بعد ما خلصنا الجزء يعني الأول والثاني نأتي الآن إلى الجزء الثالث طبعا أنا أدري بيكم مليتون صح موادكم وفاي عليكم ضغوط وأسئلة وزارية وحلها ووقت طويل للمحاضرة بس شي سوى هذا السادس طلاب المحاضرات حاولوا تقسمونها إلى أجزاء مثلا كل ربع ساعة كل عشر دقائق كل نص ساعة وأنا كطالب كل نص ساعة يمشى حال فيديو المهم 2017 الدور الثاني قال الشعر وكم من قائل اللي لست منتهيان عن ذا الهوى المضني قلت أجل طلاب جاوب قال لقلت أجل جاوب بالحرف يعني هناك استفهام السؤال ما نوع الاستفهام وما خصيصة أداته ومكانها وهل بالإمكان وضع حرف آخر من قال له وضع حرف آخر يقصد اللوها اللوها الهمزة واحد من عدن زين أكو هل بالجملة ماكو هل أكو همزة بالجملة هم ماكو همزة شا سوى هاي الحالة راح تروح الكم كم اسم وانتبه طلاب هاي كم ليست استفهامية وإنما كم الخبرية السبب جاء تمييزها مجرور ما دام سبقت بمن فإنها كم الخبرية ما لها علاقة بالاستفهام وكم من قائل اللي لست منتهيان إذن هنا الهمزة السؤال ما نوع الاستفهام ما دام الهمزة دخلت على أداتنا ففل استفهام تصديقي نوع الاستفهام طلاب تصديقي خلاصنا اذكر مكانها ألست منتهيان عند ذا الهوى المضني قلت أجل يعني لست منتهيان يعني مستمر شوف طلاب سأل بألست قال لأجل يعني منتهي لو ما ينتهي عن هذا الحب ألست منتهيان من قال لأجل يعني هو ليس منتهيان عند ذا الهوى المضني عندما قال أجل وهل بالإمكان وضع حرف آخر أقدر أخلي هل مكان الهمزة الجواب لا يمكن راح يقل لك السبب لأنه هل لا تدخل على الكلام المنفي أو أدوات النفي أو الجملة المنفيه أي شيء جوابك من النصح 2017 الدور الثاني قال تعالى أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا؟ ما نوع الاستفهام أول ما تجي راح تلقي الهمزة شونه وجدت وراها الفواب شونه وجدت وراها لم أداة استفهام همزة وراها أداة نفي فالاستفهام تصديقي تصديقي قاعدة ثابته أداة استفهام وراها أداة نفي فالاستفهام تصديقي وماذا ورد من خصائص الهمزة في الآية أولا لها الصدارة على حروف العطف أولا لها الصدارة على حروف العطف طلاب تصدرت على الفا تتصدر يعني تأتي قابلها الصدارة طلاب بالبداية إذا واحد متصدر مثلا فريق أوروبي أو فريق إسباني فريق إنجليز متصدر يعني وين بالمركز الأول وبعده يأتي في المركز الثاني وهو حرف العطف يعني الهل ستأخذ البطولة وهي المركز الأول أو عفوا الهمزة تأخذ المركز الأول لها الصدارة على حروف العطف ولخصيصة الثانية طلاب دخلت على أدوات النفي أتقل لأدوات النفي تقل للجملة المنفية تقل للسؤال المنفي جوابك صح 2016 أنا البحر في أحشائه تدر كامنه فهل سألوا الصياد عن صدفاتي يقول استبدل هل بحرف استفهام مناسب ما عندي حرف غير منه الهمزة شوف فهل شي تصير رح أجاوبها لك هنا هاي الهل شا خلي بمكانها خليت بمكانها الهمزة الفاء تبقى الهمزة لها الصدارة على حروف العطف أنزل الفاء شوف الهمزة لها الصدارة ونزل الجملة أفسألوا الصياد عن صدفاتي وكمل الجملة أسهل من عدها خايمكم 2016 الدور الأول قال تعالى ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ما نوع الاستفهام وما دليلك وإن أداة الاستفهام ألن يكفيكم ربه أداة الاستفهام الهمزة شون إجت وراها لن أداة نفي قاعدة ثابتة ومترسخة همزة بعدها أداة نفي الاستفهام تصديقي إذا نوع الاستفهام طلاب تصديقي زين إذا تصديقي المطلب الثاني وما دليلك الجواب يجاب عنه بالحرف شكه استفهام تصديقي يجاب عنه بالحرف يقول لك ما دليلك على أنه الاستفهام تصديقي تقول لك الدليل بأنه يجاب عنه بالحرف الاستفهام التصديقي يجاب عنه بالحرف والاستفهام التصوري يجاب عنه بالتعيين يعني ما أجاوب علي بالحرف منه هي حروف الجواب الطلاب نعم لا بلا كلا إي أجل ستة اللي ذاكرهم بالمنهج تلافة تلافة إذن أربعة تلافة ستعاش جور الأول قال الشاعر كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي شوف هذا السؤال شوي بفكرة يقول استفهم عما تحته خط بحرف استفهام مناسب مرة وباسم استفهام مرة أخرى باسم استفهام طلاب بين أضلاعي طلاب هنا مكان بين أضلاعي يدل على المكان الجواب هذا اسم استفهام راح أقول له أين عدوي أو أين عدوك أين عدوي أين عدوك جوابك صح عدوي بين أضلاعي شوف هاي وقع الجواب لسؤال مبدو باسم للإستفهام هنا قال استفهم عما تحته خط بحرف للإستفهام ما أقدر أجيب لهل ليش لأنه للتصديقي وهنا جايب لي بالتعين الجواب بالتعين بين أضلاعي بالتعين لازم أجيب له الهمزة أنزل الهمزة نزلت الهمزة أنزل الطرف هذا أبين أضلاعي أبين أضلاعي عدوي ونزل أم المعادلة أم بين مثلا أفكاري خلص شبه جملة بشبه جملة ونزل أم المعادلة يصبح الأستفهام تصوريا 2016 دور التمهيدي قال الشعر ألم ترى للنوائب كيف تسمو إلى أهل النوافد والفضولي يقول في البيت خصيصة من خصائص الهمزة دل عليها يعني وابحة ذنيت ونهن وداعتكم هاي الهمزة شونه جت وراها لم ما هي خصيصة الهمزة دخلت على الكلام المنفي تقول الكلام المنفي تقول الجملة المنفية تقول أداة النفي جوابك صح قال الشاعر 2016 لا يعني مو بال2016 قال الشاعر لا 2016 الدور الثاني إجاههم البيت اللي قال الشاعر مدرب يا سنة أنا أعذر ليلة بالنواف أم نلومها وليل فداء نفسي التي لا ألومها أي صح أن نستبدل هل بالهمزة ولماذا وللهمزة طلاب هاي كلام مثبت لو من في مثبت أدور أكو أم معادلة لو ماكو أم معادلة يعني الاستبهام تصوري أقدر لو ما أقدر الجواب لا يمكن الاستبدال رح يسيرك لماذا السبب لأنه هل لا تأتي للاستفهام التصوري هذه المحاضرة الجاية إن شاء وين مصورنا 2016 الدور الأول 2015 الدور الثاني قال الشاعر فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمر أم بثمان يقول قدر حرف الاستفهام المحذوف مبينة نوع الاستفهام شوف طلاب ما دام لقيت أم المعادلة فإنها تعادل بين شيئين بثمان جار ومجرور أرجع بالاتجاه المعاكس أدور على جار ومجرور وهو بسبع هنا الحرف الاستفهام بسبع رميت الجمر أم بثمان بهاي الحال أقدر الحرف المحذوف أقل لها الهمزة وين ما يقل لها حرف محذوف بالاستفهام يعني الهمزة مبينة نوع الاستفهام انتبه طلاب الهمزة الكلام مثبت موجودة أم المعادلة فالاستفهام جاوب انته هذه ما جاوبها لك 2015 قال الشاعر أيا راكب الوجناء هل أنت عالمه في دائق نفسي كيف تلك المعالمه المطلب عليها طلاب استبدل بهل الهمزة هنا عندي مرات بعض الطلاب يسأل يقول استاذ ما هي الهمزة ما هي هل طلاب يقول لك البهل يعني إذا بيهل حرف الجر الباء فهو الأداة التي ترفع من الجملة ونضع بدلها الأداة الثانية شوف قال استبدل بهل يعني أشيل هل وين هل هاي اللي بيهل باء طلاب هي اللي ترفع من الجملة الهمزة يعني أجي من الهمزة وخليها بمكان من بمكان هل شي تصير جاعلنا الاستفهام تصوري شوف هنا أنا طلاب بفكرة الاستفهام تصوري أنزل الهمزة نزلت الهمزة أنت عالم نزلت الجملة هذا الاستفهام بعد التصديق لازم أحاوله تصوري شا جيب أجيب أم المعادلة أم الطالب راح يجاوب هالستة جاوبت أنت عالم أم أنت قلت جاهل أعرفك انتبه ما بعد الهمزة يكون عكس ما بعده أم المعادلة أأنت عالم أم غيرك أو تقدر تقول أأنت عالم أم هو أأنت عالم أم أنا أهم شي أجيب شيء أو اسم معاكس لما بعد الهمزة ما العلاقة منه أأنت عالم أم غيرك أم هو أم أنا وغيرها من الأسماء 2015 الدور الثاني قال شعر أحيا وأيسر ما لقيت ما قتلى والدهر جار على ضعفي وما عدلى اذكر خصيصة لأداة الاستفهام التي وردت في البيت تباو عدته ماكو أصلا همزة ولا أكو هيل ولا أكو أداة استفهام أحيا وأيسر طلاب هذا أحيا فعل مضارع الهمزة محذوفة تقل لي شلو قدرتها قل لك على المعنى بالاستفهام التصديقي التقدير على المعنى بقت هاي يمك أحيا وأيسر ما لقيت ما قتلى والدهر جار على ضعفي وما عدلى يعني شلون أعيش أنا والدهر جار على ضعفي إذن هنا الهمزة ما خصيصتها حذفت من الكلام أو من السؤال تقل لي من الكلام من السؤال جوابك صح يقل لي لماذا حذفت من السؤال الجواب للتخفيف تحذف الهمزة للتخفيف ولا يمكن حذف هل قاعدة ثابتة في الاستفهام 2015 الدور الأول ورد السؤال التالي قال تعالى ألم يأتكم نذير قالوا بلى السؤال على هذه الجملة علل سبب استخدام حرف الجواب بلى طلاب عندي قاعدة إذا كان السؤال منفيا لغرض الإيجاب نأتي بكلمة بلى أو بالحرف بلى ولغرض النفي أو الإنكار أو السلب نأتي بكلمة نعم مثلا إذا قلت لك ألم تكتب إذا قلت لي نعم يعني أنت ما كتبت بس إذا قلت لك ألم تكتب وقلت لي بلى يعني أنت كتبت شوف للإيجاب نقول بلى ولسه بنقول نعم إذن ألم يأتكم نذير قالوا بلى علل سبب استخدام حرف الجواب بلى الجواب سيكون لأن الكلام أو السؤال من في والجواب للإيجاب الجواب للإيجاب أو الإثبات 2015 الدور الأول و2012 الدور الثاني قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان الذين من قبلهم من قبلهم سؤال بين بعض خصائص الهمزة وين خصائص الهمزة طلاب أنظر أكو همزة آي الحرف الأول همزة شنو جوا راح طلاب أوه حرف العطف بعد لم حرف النفي أولا لها الصدارة على حروف العطف ثانيا دخلت على أدوات النفي أو دخلت على الكلام المنفي أو دخلت على السؤال المنفي أو دخلت على الجملة المنفية أي واحد من جوابك ذا النصح أولا لها الصدارة على حروف العطف بعد تدخل على الكلام المنفي أو السؤال المنفي أو الجملة المنفية مثل ما قلنا جوابك صح 2015 الدور التمهيدي قال تعالى قال آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ سؤال فرعون يخاطب السحرة يقول آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ ما خصيصة الهمزة وهل يمكن وضع هل بدلها؟ وإذا تعذر اذكروا السبب أول ما أجب ما راح ألقي الهمزة قال آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ ماكو همزة إذن خصيصة الهمزة حذفت خصيصتها حذفت من الكلام أو من السؤال زين إذا حذفت وين نخل مكانها؟ قال آمنتم إذا لقيت كلمة قال على الأغلب بعدها نضع الهمزة وتقدير الكلام قال أآمنتم به قبل أن آذن لكم؟ إذن هنا طلاب الهمزة حذفت للتخفيف هل يمكن وضع هل؟ لا يمكن السبب لأن هل لا يمكن حذفها من الكلام الجواب سيكون لا يمكن وضع هل لأنه هل لا يمكن حذفها من السؤال؟ بينما الهمزة يمكن حذفها من السؤال 2014 الدور الأول قال تعالى أفطال عليكم غضبي أم أردتم أن يحل عليكم غضب ما نوع الاستفهام وما خصيصتها الهمزة من قال لخصيصتها؟ يعني إذن قلت أثنين 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 أذكرهم طلاب ليس بس وحدة ما نوع الاستفهام طلاب أفطال عليكم أم ما دام لقيت أم المعادلة والاستفهام مثبت فإن الاستفهام تصوري السبب لوجود أم المعادلة إذا كان الاستفهام مثبت ومعه أم المعادلة فالاستفهام تصوري وما خصيصتها الهمزة؟ هاي طلاب الهمزة دخلت على حرف العطف الفا الخصيصة الأولى دخلت أو لها الصدارة على حرف العطف خلي هنا أنا بمكان دخلت لها الصدارة على حرف العطف خلنا أكتبها إليك أحسن لها الصدارة على حرف العطف ثانيا ما دام موجودة أم المعادلة يعني الاستفهام التصوري وبعد خرجت للاستفهام التصوري فرضا إذا قال استبدلها بهل لو في غير القرآن الكريم أقدر لو ما أقدر لا يمكن للاستبدال السبب لأنها لا تأتي للاستفهام التصوري إطلاقا ثلاثتعش الدور الأول قال شعر أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفري تصافحت فيه أو تصافحت فيه بيض الهند واللمغي يقول لماذا لا يمكن السؤال بغير الهمزة وماذا تسميه؟ يعني الاستفهام شا سميه؟ طلاب هاي الهمزة أما ترى؟ اجت وراها ما النافية الجواب لماذا لا يمكن السؤال بغير الهمزة؟ لأن الكلام منفي تقول السؤال منفي جوابك صح وماذا تسميه طلاب؟ أول ما أقو همزة بعدها أداة نفي فالاستفهام تصديقي قاعدة ثابتة السؤال اللي بعده 2011 الدور الأول قال شعر من علم الزنجية مكرمة؟ أقومه البيض أم آباؤه الصيد؟ لماذا لا يمكن استبدال هل بالهمزة؟ طلاب من علم الزنجية مكرمة؟ أقومه هاي الهمزة لماذا لا يمكن أن أضع الهل بدل همزة؟ السبب لأن الكلام مثبت موجودة من معادلة الاستفهام تصوري وهل لا يمكن أن تأتي للاستفهام التصوري إطلاقا؟ الجواب تقول لأن الاستفهام ماذا؟ تصوري وهل لا تأتي للاستفهام التصوري؟ هاي النقاط اكتب للاستفهام التصوري وهنا لنا تكتب لها قال الشعر 2010 الدور الأول عندي استبار وشكوى عنده فاتنتي ثهل بأعجب من هذا مرؤ سمعه؟ يقول استبدل الهمزة بهل مبينا خصيصة الهمزة بعد الاستبدال ونوع الاستفهام طلاب هذا السؤال مركب أكثر من المطلب به استبدل الهمزة بهل وين هل طلاب؟ هاي أول ما حددت هل اش قال لي؟ قال لي جيب الهمزة خليها بمكانها سهلة جدا خليت الهمزة هاي الهمزة خليتها بقعد حرف العطف الهمزة لها الصدارة على حروف العطف ألنزل حرف العطف أفا بأعجب ونزل الجملة من هذا مرؤ سمعه؟ وما خصيصة الهمزة عند الاستبدال؟ طلاب خصيصة الهمزة لها الصدارة على حروف العطف شوف بعد الاستبدال اش راح يكون؟ لها الصدارة على حروف العطف وما نوع الاستفهام؟ ما دام الاستفهام بهل فإن الاستفهام تصديقي وين ما تلقي هل فالاستفهام تصديقي زين وذا استبدلتها بالهمزة؟ هم يبقى تصديقي لأن الاستفهام بالهمزة المثبتة دون وجود أمل معادلة فالاستفهام تصديقي قاعدة ثابتة 2010 الدور الأول قال الشعر تذكر كم ليلة لهون وفي ظلها والزمان نظروا استخرج ما تجده من استفهام طلاب هنا يعني كم ليلة كم خبرية ما دام ليلة إذن كم خبرية يعني ماك استفهام زين وينك استفهام؟ هو ساعني استخرج ما تجده من استفهام هنا طلاب يسائل رفيقه يقول أتذكر كم ليلة لهون تقدير الكلام أتذكر ما نوع الاستفهام؟ تصديقي لأن الاستفهام مفتد دون وجود أمل معادلة أصل الكلام أتذكر حذفت للتخفيف هل يمكن الاستبدال؟ لا يمكن لأنها لا تأتي أو لا يمكن حذفها من السؤال 2009 الدور الثاني قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الاستفهام في الآية لطلب التصديق للتصور علل ذلك لماذا؟ الجواب لأنه يجاب عنه بالحرف قاعدة ثابته وينما أكو همزة بعدها حرف نفي الاستفهام تصديقي والتصديقي يجاب عنه ضيمن بالحرف راح أسئلك سؤال شوف بنص السؤال راح أسئلك سؤال الاستفهام في الآية لطلب التصديق للتصور ما نعلال واردة اللي ما أخذ النفي يعرف في حلها 2009 الدور الثاني قال تعالى وجاء السحرة فرعون وقالوا أإن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ وضع أو وضح الاستفهام في مبينة نوعه والدليل وضح الاستفهام وقال وجاء السحرة فرعون وقالوا أإن لنا أجرا إن طلاب هاي الهمزة همزة الاستفهام دخلت على الحرف المشبه بالفعل أنه أقدر أستبدل لو ما أقدر لا يمكن الاستبدال لأنها لا تدخل على الحرف المشبه بالفعل أنه مبينة نوعه طلاب نوعه الاستفهام مثبت أكون معادلة وأكون معادلة إذن الاستفهام تصديقي الاستفهام تصديقي واضح شبابنا طلابنا أرطالنا واضح؟ إن شاء الله واضح نتمنى أنكم استفاداتوا وقدر الإمكان من هذه المحاضرة محاضرة مطولة صح معلوماته هواي صح بس هذه المحاضرة طلاب مو تجيين للمحاضرة حس تقراها وتقول اعتمد عليها وما أقرأ الملاحظات لا تضبط ملاحظات تضبط تمارين وبعدين آخر شي تجي للأسئلة الوزارية تشوف شنو نمط الأسئلة الوزارية حلينا الآن من 2022 إلى 2009 أو 2007 بقى نمي ثانيا إلى 2009 يعني حوالي كم سنة؟ 12 سنة 13 سنة ومستمري إن شاء الله بالجزء الثاني راح ناخد جماعة العاقل وغير العاقل وبعدها الزمان والمكان وبعدها جماعة الحال وبعدها جماعة الحدث وبعدها أغراض الاستفهام وبعدها ننتقل من 2009 إلى 96 وفي الجزء الثالث من 96 إلى ما قبل الإسلام لا وين نوصل العصر الجاهلي؟ لا هذا كلش كافي يعني هاي الأمثلة لي وفي حوالي راح توصل بحدود 250 سؤال عن الاستفهام الوارد بالأسئلة الوزارية طلاب بالأسئلة الوزارية تتكرر الأسئلة الوزارية إذا ما تتكرر نصا المنطوق مالتها نفسي تتكرر لذلك أركز على الأسئلة الوزارية من أدخل للامتحان أنا مسيطر أعرف شنو راح يجيني بالامتحان إن شاء الله هذا كله بفضل همتكم ومثابرتكم وجدكم من طلب العلا سهر الليالي لكن ليس على مواقع التواصل الاجتماعي كان محدثكم مدرس اللغة العربية عمار السلامي إن شاء الله المحاضرات مستمرة وكذلك المنزمة تجدونها في رابط القناة إن شاء الله سينشر أسفل الفيديو وكذلك فيه اختبارات يومية نتمنى لكم الموفقية والنجاح فيما الله زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.elmerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة